هلأ راح نحكي عن الفرق في الاستخدام بين مصد وهابتون. الفرق في الاستخدام بين مصد وهابتون. بالنسبة لمصد بالنسبة لمصد يعني من اجل شيء يعني المتكلم هو اللي بيقرر انه هذا شيء ضروري. المتكلم هو اللي بيقرر انه هذا الشيء اذا عمل ضروري او غير ضروري. يعني ما في حد يجب على قيام بهذا الشيء. يعني مثلا يجب ان اتصل بعمي هو يكون في المشفى. او يجب ان انهي هذه الرسالة قبل ان اذهب الى النوم. فبهات جملة او التنتين. الشخص اللي عم يحكي هو هو اللي قرر انه هذا الشيء ضروري. يعني في عنده التزام داخلي. عنده التزام داخلي. ما في حد يعم يجب رؤ انه يقوم بهالعمل هذا. ما حد يهون بالجملة اولاني عم يقول انه يجب ان اتصل بعمي. هو في اقوم في المشفى. ما حدا عم ما يجب رؤ انه هو يقوم به بهذا الشيء. لكن هو حسب برأيه انه هذا الشيء ضروري. يعني اتزام داخلي. نفس الشيء بالنسبة للجملة الثانية. هون عنده التزام داخلي. كمان ما في حد عم يجب رؤ ان ينهي الرسالة قبل ميروعة على النوم. لكن هو بالنسبة له حسب رأيه هو هون ضروري انه لازم هو يكتب رسالة ويخلصها قبل ميروعة على النوم. بينما شخص ما هو الذي قرر او فرض علي من ما اقوم بشيء ما. يعني في شخص missing struggle بانه، من او انا ولا انا ولا انا ولا انا ولا انا ولا انا ولا رؤى اما ولا انا ولا انا ولا انا ولا انا ولا مدرسة ولا ب المعلمة لamer 대통령 او انه هو الذي قرر انه هذا الشيء ضروري. يعني في الزام خارجي. هون الزام خارجي مع هاف تو. يعني الشخص اللي ألزمك أو فرض عليك الشيء أو قرر انه انت لازم تعمل هيك. شخص تاني مو انتي. بينما بماست الشخص اللي قرر هو انتي. الشخص اللي قرر هو انتي. الشخص المتكلم يعني. فهون عم قول. I can't come out now. يعني لا أستطيع أن أخرج الآن. I have to tidy up my room. I have to tidy up my room. يجب أن أرتب غرفتي. يعني في مثلا ممكن تكون الأم هي اللي فرضت عليه هذا الشيء أو ألزمته انه ما فيك تخرج حتى ترتب الغرفية تبعيتك. فهون استخدمنا كلمة have to. استخدمنا have to. هاف تو انه معناها الزام خارجي. يعني شخص آخر مو انتي. شخص آخر هو اللي يفرض عليك انك تقوم بهالشيء هذا. I can't come out. طبعا هنا كانت في نقصة فاصلة بين حرف الان و الت نقصة فاصلة وعليا. I have to wear the school uniform. يعني يجب علي أن ألبس الزيء المدرسي الرسمي. كوني في قرار أخذ المدير مثلا أو المدرس أنك ما فيك تجي على مدرسي ما فيك تفوت على المدرسية حتى تلبس الزيء الرسمي. فهون قرار ما أنا اللي اخدته. هون الزام خارجي. شخص ما هو اللي قرر او فرض عليك انه انا يقوم بهذا شيء. فلذلك استخدمنا كلمة have to. القرار قام اه قام فيه او فرض عليه شخص آخر. بينما ماست انه المتكلم هو حسب رأيه انه هذا ضروري. ما في حد يفرض عليه. ما في حد يأجبره. الاستخدام الثاني ماست نستخدمه مع النصائح القوية. مع نصائح قوية. يعني اه انا بشعر انه انك انت زي عملت هذا الشيء فهو هذا الشيء صحيح. يعني شيء ضروري. من يجل شيء ضروري. از انت عملت هذا الشيء فهذا هو الشيء الصحيح. نصيحة قوية. مثل you must be careful when you drive your car. يجب. ان تكون حاضرا عندما تقود سيارتك. هو نصيحة يعني حسب رأيه انا هي اه ضروري. او اه خنقول هو الشيء صحيح. هو الشيء صحيح حسب رأيه انك انت زعمت الشيء هذا هو الشيء صحيح. كمان نفس الشيء اه 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 هاف تو كمان من استخدامه من اجل نصائح. you have to try this ice cream. you have to try this ice cream. استخدامه الثالث. هلأ ما صنت ما استخدامه من اجل اشياء غير مسموح بها. من اجل اشياء غير مسموح بها. يعني ممنوعة خلينا نقول. مثلا you must make a noise after midnight. you must make a noise after midnight. يعني يجب ان لا تصدر ضجيجا بعد منتصف الليل. يجب ان لا تعمل ضجة بعد منتصف الليل. هذا الشيء من اجل الشيء ممنوع او غير مسموح به يجب ان لا تدخن في الغرفة او اي مكان. اي شيء ممنوع اي شيء ممنوع بيستضر معه كلمة مصنت. بينما الهافتو بينما الهافتو انه من اجل الشيء غير ضروري. ما ممنوع ولكن غير ضروري. ان مصنت حولناها الى النفي انه ما شوية حكناه انه صارت مصنت. لكن الهافتو اذا بنحاول الى النفي بصير اما تزنت هافتو او دونت هافتو. حسب الفاعل. ولكن الفرق بناتو انه المصنت من اجل الشيء ممنوع او غير مسموح. بينما الهافتو ما اجل الشيء غير ضروري. مو ممنوع ولكن غير ضروري. مثال. لا داعي او لسا ضروريا ان تذهب الى المدرسة غدا انه يوم اطلع. مثال التاني. اي دونت هافتو وورك اون ساترديز. اف اي دونت وانتو. يعني انا لا داعي ان اعمل اون ساترديز في ايام السبت اف اي دونت وانتو. اذا انا لم ارد ذلك. يعني هذا الشيء عائد لك انتو. هافتو شيء غير ضروري. او ليس ممنوع. ومصنت من اجل الشيء غير مسموح او ممنوع. الاستضام او الفرق الرابع والاخير. بمصنت او مصت. اه الزام رسمي مكتوب على باب مؤسسة حكومية. يعني مثلا. اه انتفت على مكان حكومي مثلا. فبيكتبوها كتابي. بيكتبوها كتابي. في باب المؤسسات الحكومية. مثلا. اذا انت بتستافل بالطائرة. ممكن مثلا يقولوا لك مثلا يكونوا مكاتبين مثلا على الصالون. الانتظار المطاع الطائرة. يعني المسافرون يجب ان يربطوا حزام الامان. المسافرون يجب ان يربطوا حزام الامان. هاي العبارة تكون مكتوبي. مكتوب يكون على لوحة. مكتوب على لوحة اعلانات. يعني مكتوبي يعني. نشوفه بعينها. بينما الهف تو نستخدمها في المحادثة اكثر. بالمحادثة اثنين عمي حكموا بعض. بيصدموا كلمة هف تو اكتر من كلمة مصد. بالمحادثة. يجب ان نذهب. من معنى الجملة نبين انه محادثة. يجب علينا ان نذهب. يعني الوقت صار متأخر جدا. هل يجب عليك ان تعمل غدا؟ فهون كمان من معنى الجملة عرفنا انه هون محادثة. فاستخدمنا كلمة هاف تو. فهاف تو في المحادثة نستخدمها اكتر. بينما مصد نستخدمها في الالزامات الرسمية المكتوبة على ابواب المؤسسات الحكومية. اشتركوا في القناة